في نفسه ليس برياً كل البراءة لأنه ما هي الحال من بعضه يعني آه الصحافة الورقية معزورة الصحافة الورقية بتعيش حول العالم أزمة حقيقية أزمة وجود أزمة وجود واستمرار لكن حتى هنا في مصر التسارع في الهبوط غريب جداً والحرصة على مزيد من الخصب من الرصيد الصحفي الورقي أيضاً كتير جداً الضرب في مصدقية الصحف كتير قوي تعريض الصحف لهزات في قيمة الرأي وقيمة التوجه وقيمة الكلمة وقيمة العلاقة وقيمة المضمون كمان غريب المصر اليوم صحيفة من الصحف الخاصة الجدة وأنا كواحد من أبناء المهنة شايف أن دي من أهم التجارب الصحفية الخاصة التي ظهرت في تاريخ الصحافة المصرية في السنوات الأخيرة في على الأقل نصف القرن الأخير من تاريخ الصحافة المصرية تجربة المصر اليوم واحدة من أهم التجارب الخاصة ما قدرش أقول المستقلة بس على الأقل التجارب الخاصة فيها توجه مهني واضح جداً عندها ستايل بوك مميز جداً عندها قدرات أو جدت لنفسها سريعاً مكانة حقيقية في الشارع الصحفي لكن مفيش حاجة مكتملة وكل حاجة بتتعرض لها الزات وتبقى المصدقية هي القوى الفعلة لأي صحيفة النبارح أو النهاردة هعطوا لكم مقالين فيما يخص النادي الأهلي يعني لأننا احنا معنيين في مالك وكتابة أنه ده برنامج يتناول بالتحليل كل المضمون الإعلامي والصحفي فيما يكتب عن النادي الأهلي في مختلف وسائل الإعلام وخصوصاً الصحف الورقية اللي لها دايماً وأبداً عندنا القيمة والتأدير أما لأي يومين وراء بعض أو فاصل بينهم يوم عشان نكون أكثر دقة يعني خلال 48 ساعة ألاقي في نفس الصحيفة مقالتين هفهم أن دي مقالة رأي تعبر عن وجهة نظر صاحبها على عين وراسي وتفهم ده لكنه لما ألاقي المقالتين في اتجاه على الأقل من الناحية المعلوماتية يبدو غير دقيق بالمرة لازم أن نقف ولازم أن نقف علشان أقول لحضراتكم إيه اللي فيهم وبعد كده نعلق ألاقي الزميل أسامة خليل في المصر اليوم النهاردة مقالة الأهلي التائه بين القلق المشروع والنتائج المرضية وجهابزة لجنة الكرة وألاقي ضمن الكلام انتقاد شديد جداً لكارتيرون الفرنسي المدير الفني ويتقال أول حاجة لأنه قولاً صريحاً بل ما استطيع القول أن الأهلي لم يدعم فريقه وهذا الموسم باستثناء اللعب الصاعد الواحد صلاح محسن المهدى من رئيس النادي الشرف السابق الأهلي لم يدعم صفوفه إلا بصلاح محسن طيب هي بقية الصفقات حد يقدر يقول أن كل الناس اللي جات لازم أن تلعب حالياً لازم أن تلعب على وجه السرعة هل ده بيحصل في أي فريق؟ بلاش دي الأهلي جاب عناصر شابة وعدة جداً بيدعم للمستقبل قدر يضم عناصر يجهزها من خلال فريق الشباب شغالين مع كابتن عدل عبر أحمن المدير الفني لفريق الشباب عشان يقدر يأهلهم لشخصية النادي الأهلي ويدعموا الفريق الأول سريعاً في تفكير استراتيجي واضح جداً ويحسب للجنة الكورة والمجلس الإدارة هذه العناصر في فريقة علامة يهوب عدل عبر أحمن كسبوا لإسماعيلي في بداية دور الشباب خمسة واحد فريق عنده هذه القدرات بهذه العناصر اللي الأهلي دعم صفوف بيها للمستقبل القريب لكنه لازم أن يتجهزوا بشخصية الأهلي الفنية في فريق الشباب بلاش دي هو الراجل سليف كل بالي الطويل قوي ده ما حد شايفه؟ اللعب قلب الدفاع الحالي اللي إعاد هذا التوازن لقلب الدفاع النادي الأهلي والمدافع الهداف اللي جايب ثلاث أهداف أعتقد لغاية دلوقت ده مش صفقة؟ ما حقهوش لا للسنادي ولا ويع من السماء بقية العناصر اللي حتاخد فرصها زي الشريف وعلاه وبقية العناصر اللي الأهلي دعم صفوفه بيها أو حتى العناصر اللي كانت معارة ورجعت لصفوف الأهلي عشان تستكمل قوته دي مش كلها تدعمات عشان يقول الزميل أسامة خليل إن الأهلي لم يضمه فقط اللي صلاح محسن على أساس يعني كل بالد ده اللي ضمه أهلي تاني مش أهلي ترابلس مش الأهلي المصري دي مش صفقة خالص ده لعب حتى يسد يعني الشمس يا راجل لكن ما علينا مش ده الموضوع يعنينا هنا التحامل الواضح جداً على باتريس كارتيرون راجل مدير فني وعلشان الهدف يتضح والتحامل يكون ظاهر أرجع من النهاردة 48 ساعة الورى ألاقي أول مبارح يوم الثلاث مقالة في ذات الصحيفة لكن هذه المرة من الزميل محمد صيام ومحمد صيام أو الأستاذ محمد صيام شأن الأستاذ أسامة خليل لتنين من الزملاء كان لهم موقف في انتخابات الأهلي كانوا مناصرين بل في مقدمة الصفوف المساندة والمؤيدة للمهندس محمود طاهر وبالتالي ما يخص مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً هو أمر مفهوم جداً الموقف منه عمل إزاي فيكون مقال محمد صيام يوم الثلاث بنفس المعنى كارتيرون دليل فشل إدارة الأهلي يعني هنا تائه وفاشل وهنا أيضاً دليل فشل واستمراره يفقد النادي هيباته وألقابه بالله عليكم يعني بتعريفة موضوعية أرجوكم بتعريفة موضوعية بس لأنه إحنا هنا معنيين بمناقشة الأمر بالمنطق كارتيرون المدير الفن التائه الفاشل اللي دليل فشل اللي هيضايع الدنيا وهيود الأهل في داهية تولى الأهلي في أفريقيا والأهلي عنده نقطة نقطة واحدة من مباراتين يعني من ست نقاط جمع نقطة واحدة الراجل فعل مع الأهلي في بطولة أفريقيا ما لم يفعله أي مدرب في التاريخ مع الأهلي في المحفل الأفريقي بقول لكم في التاريخ طوال تاريخ مشاركات الأهلي الأفريقية حتى في عصر التواهج الرائع لمنول جزيه ما حصلش أنه الأهلي كسب أربع مباريات في دور المجموعات على التوالي أربع مباريات على التوالي ب12 نقطة جابهم كارتيرون ما حصلش للنادي الأهلي ومن ثم تقدر تقول وانت مطمئن ما حصلش لأي فريق أفريقي آخر طوال مسابقات القرى أنه في دور المجموعات فريق يكسب أربع مباريات على التوالي يعني جاب 12 نقطة وكان واخد الفريق عنده نقطة ب13 نقطة صعد الأهلي للدور التمانية كأفضل فريق في البطولة ما حصلش إنه فيه فريق وصل للنقطة 13 إلا كارتيرون مع الأهلي كارتيرون مع الأهلي أول أفريقيا بإنجاز لم يتحقق لا مع الأهلي ولا مع أي مدرب آخر لأي فريق في أفريقيا طوال مسابقات القرى دفاش الوتاية في الدور المصري متصدر رغم كل الصعوبات الفنية اللي بيواجهها في عناصر كتيرة مشيت بس مين قال إنه فيه فريق بيتبينه بينه يوم وليلة مين قال إنه فريق يفقد جونيور أجاييه أحد أهم لعبيه ورحل عبدالله السعيد صنع ألعابه ويصاب وليد سليمان في الفترة اللي فاتت ويغيب لبعض المباريات حسام عشور رايح جاي ثم الفريق يحقق الانتصارات في كل مبارياته الأفريقية ويتصدر يتصدر مسابقة الدوري لو كان لعب المباراة المؤجلة كان دلوقت هو رأس الجدول هو أقل من بيرامدز بمباراة لو كسبها إن شاء الله بعد العودة يتصدر الدوري فريق يلعب في أفريقيا أربع مباريات وفي الدوري خمس مباريات تسع مباريات ما يخسرش ولا مباراة ما يخسرش ولا مباراة هذا التاية الفاشل دليل فاشل للنادي الأهلي بس التوقيت إيه؟ توقيت التحامل والضرب في كارترون بهذا الشكل العمدي الواضح جاي بعد هذا التأهل وليلة المباراة ليلة مباراة مهمة للأهل في أفريقيا هي دي المسؤولية الوطنية وجاي بعد أو فيه عقاب حوار مهم جداً لكارترون في قناة الأهلي كلامه عن النادي احترامه للنادي الأهلي تأكيده على أنه قد كده تحمل الكتير جداً عشان يجي مرة النادي الأهلي ضحها بحاجات كتيرة جداً وفسخ عقده وتحمل شرط جزائي عشان يجي مرة النادي الأهلي لأنه عارف قيمة النادي الأهلي هذا التاية الفاشل جاي وعنده هذه الرغبة في أنه يعمل حاجة وحتى الآن من حيث النتائج ماشي كويس حد هيكلمني الفريق ما بيلعبش كرة حلوة آه ما بيلعبش كرة حلوة بس مين قال الكرة الحلوة دي في ضغط المباريات وفي ظل الإصابات وفي توالي الارتباطات يطلع من البطولة العربية يدخل على أفريقيا يرجع منها على الدورة ثم يرجع على أفريقيا ويرجع يكمل الدورة وكل معترك من هذه البطولات المتداخلة والمشتبكة كل مباراة وكل بطولة لها حسابات فنية ولها تفكير مختلف ولها عناصر مختلف ولها مدارس في المنافسين مختلفة مين عنده وقت علشان يقدر يفرط شخصية فنية أو يغفرط فكره على عناصر محددة في الفترة دي ومع هذا الرجل النتائج واضحة جدا تحمل الصعاب واضح جدا تحقيق الأهداف واضح جدا حبه للنادي الأهلي احترامه للنادي الأهلي تقديره للمناخ الاحترافي في النادي الأهلي وده ربما اللي يكون أزعج هؤلاء انه الرجل يتحدث بكل هذا الحب وهذا التقدير وهذا الاحترام عن مجلس الإدارة وعن المناخ اللي وصفه انه عايش تجربة احترافية رائعة جدا مع الكابت المحمود الخطيب واضح انه ده أزعج البعض فيكون الضرب فيه بهذا الشكل أتفهم انه مقالات الرأي تعبر عن أصحابها لكن هذا التوجه بالشكل المكسف أمر لا يليق بصحيفة معاييرها المهنية واضحة وانحيازاتها الصحفية واضحة يقودها حاليا فيه كرئيس تحرير أو قائم بعمال رئيس تحرير الأستاذ عبلطيف المناوي كاتب صحفي مهم جدا حتى في أثناء ثورة 25 ناير تحمل الكثير من أجل هذا الوطن فحد عنده هذه اليقظة وهذه المسئولية الوطنية اليوم الجمعة وإحنا عاملين ورشة الصحفيين والإعلاميين لمناقشة اللايحة حضرت الزميلة العزيزة ياسمين عبد العزيز المشرف العام على الرياضة في المصر اليوم والحقيقة لها كل الاحترام والتقدير لأنها جت كان المهندس عادلي تواصلت معاه فاتكلمت على رغبتها في إزالة وإزابة أي جليد في العلاقة بين الأهل والمصر اليوم ده جانب من الورشة فلما المهندس عادلي قعدنا معاها بعد المناقشات احترمنا رغبتها الواضحة جدا في أنه لابد من استعادة العلاقة المحترمة المنضبطة مع النادي الأهلي ومع كل الكائنات الرياضية والتقدير للنادي الأهلي اللي قمته والشعبيته والجماهيريته وفي الأول وفي الآخر الأهلي لا ينشد شيء من الجميع إلا الاحترام والتقدير لا للا يمكن يكون أبدا قيد على حرية التعبير هتولي مرة الأهلي منع صحفيين من دخول النادي بغطرسة أو بدون أي سابق مشاكل في كل المرات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن خطيب وبرئاسة المهندس محمود طاهر وبرئاسة كابتن حسن حمدي وبرئاسة كابتن صالح كل مجال إدارة النادي الأهلي عمر ما في مجلس مارس أي قيد على حرية التعبير أو منع صحفي من دخول النادي وأداء عمله إلا في مرات قليلة لما كان بيبقى فيه خروجات لا يمكن السكوت عليها وكان بيتم الاتصال بإدارة الجريدة لاستيضاح الأمر لكن في المقبل وفي السابق دايما الأهلي لم يمارس أي قيد على حرية التعبير يرحب بأي نقد يفتح صدره للجميع فالزميلة ياسمين عبد العزيز في كلامها معنا ومع المهون سعد للقيعي الحقيقة اتكلمت كتير على أنه توجه الجريدة ناحية النادي الأهلي لا يحمل أي شيء سوى التأدير والإحترام والتقدير لقيمة النادي الأهلي ككيان مهم والرغبة في أنه يفتح صفحة جديدة تستند في أهم ما تستند على المهنية على الإحترام على العلاقات المتبادلة الطيبة وفي الأول وفي الآخر لابد للجميع أن يؤدي حقه في النقد حقه في الأداء المهن المجرد بدون أي تحامل مثل هذا التحامل لأن أنا أقول لكم هذه الاتهامات أو هذه الكلمات تيجي بالضغط حتى بما يخالف الواقع وبما يخالف أبسط قواعد العمل المهن أنت بتنتقد وضع الناس شايفاه الناس شايفه نتائجه هتكلمني على سوء الأداء هتكلمني على أن الحالة الفنية مش جيدة آه موجود بس هاتلي فريق يقدر يعمل ده وده مع بعض ومسمعتش صوتك خالص عن اللي بيحصل في أي نادي تاني هو الزمالك مش عنده مدرب أجنبي برضو نتائجه عاملة الزعي مش دي أطراف مصرية متنافسة موجودة في نفس المناخ الزمالك لم يتأهل من الأصل لبطولة أفريقي وأوضاعه في الدوري أبعد ما يكون عن النادي الأهلي نقاط مدربه ومستوى أداء مدربه باين يلعب ماتش كويس وبقية الماتشات يفقد السقة أو يفقد السيطرة نتمنى الزمالك أن يكون في أفضل حالاته ونتمنى الأنبي والإسماعيل وكل الأندية بذات الأندية الشعبية الكبيرة أن يتكون دايما وأبدا في أفضل حالاتها لأن ده إسراء لكرة القدم المصرية لكن أنا بتكلم على مسئولية النقد والتحامل لما يبقى واضح بهذا الشكل المصر اليوم في تأكيد على أن ما يتعلق بالمعالجة التحريرية والمعالجة الصحفية ما عندهش هذا الموقف من النادي الأهلي حسب تأكيدات القائمين على الصفحات الرياضية فيها كان لها حوار النهاردة مهم مع المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن الليحة وعن كل ما يتعلق بدستور النادي الأهلي أفرادت له صفحة كاملة تحدث محمد سراج بإنسابية شديدة جدا عن مشروع ليحة النادي الأهلي وعن تفاصيل ما يجري في كواليس الإعداد لدستور النادي الأهلي في تأكيد من الزميلة ياسمين عبد العزيز على أن الأهل المصر اليوم ليست لديها هذا التوجه تجاه النادي الأهلي كما يبدو من مقالات الرأي نتمنى أنه يكون بداية صفحة جديدة جيدة لأنه في الآخر الأهلي لا ينشد إلا الإحترام والموضوعية والمهنية في التعامل معاه من كل الأطراف كارتيرون هذا التاية هذا الفاشل هذا المطلوب ترحيله فورا لدى هزين الزميلين في فرنسا في بلده يتم الاحتفاء بتجربته وبنجحاته في مصر والإشارة لقيمة النادي الأهلي وإنجاز النادي الأهلي من خلال صحة في فرنسي جه عمل حوار مع كارتيرون عشان يكتب تقديم المباراة الأفريقية القادمة للأهلي مع هوريا كونكري فيتكلم بكل هذا الاحترام عن مسيرة كارتيرون وعن نجحاته مع النادي الأهلي يعني في فرنسا يتحدثون عن هذا الرجل بهذه النجاحات وهذه النتائج وهنا احنا شايفينه تاية وفاشل ولازم يمشي مدام بيحقق للأهلي نتائج كويسة ومدام بيسعى مع الأهلي للفوز بالبطولة يبقى لدى البعض لازم أن يمشي بس في النهاية مش هيمشي إلا الصح والصح إن شاء الله يكون نصير النادي الأهلي بكرة بكرة في السادسة مساء المباراة